هذه الرسالة ربما ستربك الجميع ولكن أكيد ستصل الجميع السيد أو السيدة المسجلة تحت رقم تقرب مننا قبل 14 ساعة لتوجيهك في عرض عمل لكل من وصلته هذه الرسالة ماذا يجب عليك فعله تابعي الفيديو قبل ذلك هذه الرسالة ستصل المستفيدين من منحة البطالة وكذلك غير المستفيدين وفي أي لحظة تصلك رسالة عرض عمل ملاحظة أخرى عروض العمل تصلك حسب شهادتك الجامعية أو شهادة التكوين لأن طبيعة العمل ستكون مغايرة بين المستفيدين الذين يحوزون عن شهادة وبين المستفيدين أيضا الذين لا يحوزون على شهادة جامعية أو شهادة من التكوين عندما تصلك هذه الرسالة تقرب ميلانا متابعة لكم للاستفسار عن طبيعة وصاحب العمل يعني مصنع أو إدارة أو أي عمل وجهت إليه ومكان العمل أيضا لكن يبقى عليك الانتظار حتى يترسل بك صاحب العمل بالعامية روح اللعنام يعطوك نوع العمل ومكانه من بعد تنتظر عيط لك صاحب العمل يعني وزين أو إدارة أو إلى خيره أنت وجمع آخرين يعطوكم كامل في يوم واحد ديروا مقابلة في ذاك الوزين ونشعر في طبيعة المقابلة كيف تكون بعدها هو رح يقبل على حساب عدد المناصب مثلا عنده منصب أو ثنين كونطابلي أو لأخيره يحتاجوه يقبل من بين عشرين هذوك يقبل واحد أو ثنين على حساب عدد المناصب والباقي لما يقبل همش لا يحتسب عليهم عرض عمل أول أول مرة أقول لأمن صاحب العمل هو الذي يعني مرفض همش وليس هم من لم يرفضوا العمل في حد ذاته لكن في حالة رفض عرض العمل مثلا نجحت في المقابلة هذه مع صاحب العمل وانت رفضت العمل سيحتسب عليك رفض عمل لأول مرة وتبقى لك فرصة عمل أو عرض عمل ثانية إذا رفضت الثانية ستسقط منك المنحة أليا لذلك نصيح كل من وصله رسالة من الأحساب التوجه لوكالة التشغيل التابعة لإقليم بلديتكم أو ولايتكم للاستفسار أكثر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس كي يصلكم كل جديد